ذكر غض البصر في سورة النور إشارة إلا إلى أن غض البصر ينور القلب وينور البصيرة ويعطي راحة البال حتى لما قال سبحانه قل للمؤمنين يغض من أبصارهم هذا نداء للمؤمن المؤمن يستشعر هذا المعنى يستشعر أنها رسالة من الله إليه لينقذه من براث ومستنقعات وأتون معصية إطلاق البصر إلى الحراب قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون لاحظا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبادين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم بعد ذلك جاءت الآيات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح لماذا تحدث عن النور الذي نقتبس الأنوار من نوره سبحانه وتعالى وكل نور في الكون وفي الحياة من نوره الأسنى سبحانه نور المطلق فهنا لما قال قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ليس يغض أبصارهم من يعني هنا من تبعض أي أن بعض البصر لا بد أن يغض وهو النظر إلى ما لا يحل إلى الحراب والعياذ بالله ومقتضى الإيمان يعني نتيجة الإيمان ويستلزم من الإيمان أن يحفظ الإنسان جوارحه ويحفظ فروجهم يغض من أبصارهم أي لا ينظر إلى ما لا يحل لهم